شو صار اليوم من 8 الصباح لـ 8 المساء نقصفت بيروت لأول مرة بهاي الحرب غارة على شقة سكنية بالكولا استهدفت 3 عناصر من الجبهة الشعبية مجزرة عين الدلب تبين أن بعد أكبر مما شفنا مبارح حصيلة الشهداء ارتفعت لـ 45 دفنوا اليوم بمقبرة جماعية الأمن العام طلب من أهالي الشهداء المفقودين من ورق كل الغارات أنه نعملوا فحوصات DNA للتعرف على الجسامين المجهولة إسرائيل استهدفت 6 مصعفين بسحمر بـ 24 ساعة استهدفت 13 مصعف الغارات بعدها مكملة على البقاع والجنوب تحديدا وبينزاد عليهم اليوم كترة التصريحات الإسرائيلية متعلقة بالغزو البري على الأرض بلش الجيش الإسرائيلي يحشب دباباته على الحدود وزير الدفاع الإسرائيلي صرح أنه رح يحرك كل إدرات الجيش لإعادة المستوطنين على الشمال ضمنا لواء المدرعات بمعنى تاني عم يحضر الجو لإشتياح بره قبل بشوي أكد نائب الأمين العام لحزب الله نعيم آسم بأول كلمة من بعد اغتيال نصر الله أنه الحزب جاهز للالتحام البري بالجنوب وأنه بعدها الهيكلية شغالة وفق الخطط المرسومة من قبل رغم كل الاستهدفات الإسرائيلية اللي ركزت على ضرب قيادة الحزب سواريخ الحزب ركزت اليوم على مستوطنات بشمال إسرائيل وصفد وتبرية واستعمل لأول مرة صاروخ نور ليدرب مستوطنة كفرج العادي بعد تصريح نعيم آسم أعلن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي أنه جاهز لإرسال الجيش اللبناني عجنوب اللي طاني وتطبيق الـ 1701 وعد حكي مع رئيس مجلس النواب نبيه بره وأكد له أنه أول ما يصير وقف إطلاق نار رح يدعي لجلسة انتخاب رئيس توافق إلى الجمهورية بما أنه صلنا سنتين تقريباً بلا رئيس اشتركوا في القناة